السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله لجميع يكون بخير بس دقائق معدودات هنتكلم عن كيفية عمل كاهوت كويزيس اللي هي الجمانفكيشن ازاي اعملها بطريقة مبسطة وسهلة عن طريق الذكاء الاصطناعي طبعا الامر ده كان قبل ذلك عشان نعمل كاهوت كويزيس للي هم خلفية عن الموضوع ده كان الامر بيتطلب ان انا اكتب السؤال وبعد كده اكتب اربع اجابات واجابة منهم تكون صحيحة وبعد ذلك احدد الوقت وقت السؤال يعني كان علشان اعمل كاهوت من عشر اسئلة او خمستاشر سؤال كان بياخذ وقت وجهد فعشان كده كان صعب شوي لكن الان بهذه الطريقة ان شاء الله باستخدام الذكاء الاصطناعي الامر سيكون بسيط جدا باذن الله اولا هبدأ بهذا البرامت انا يعني جاهزته وصممته خصيصا لهذا الامر سأضعه هنا وانا هنا بقوله ان انت عايزك تجاهز كاهوت وديته التفصيلات بتاعتها هيعملها لايه بالزبط وبعد كده قلت له في الاخر انت فهمتني طيب خلاص ابدأ نفذ الامر بس انا هبدأ اديله بعد كده هيقول لي فين التكست بتاعك انا قلت له ريبلاي لو انت فهمتني عايزيه انا هروح النص اللي عندي هجيبه من هنا بسم الله فهذا نص قبل كده اللي هو تعيش رزان هاخد النص ده او اي نص انت تختاره او يعني من اي كتاب عندك تختار النص انا هحط النص هنا وهبدأ اقول له اشتغل عليه هيبدأ زي ما احنا شايفين بيجهز السؤال واربعة اجابات منهم اجابة صحيحة وطبعا انا هنا قلت له خلي السؤال باللغة العربية والاختيارات باللغة الانجليزية بيبدأ يصمم 20 سؤال على كلمات كلمات هذا النص خلاص النص ده اصبح الكلمات موجودة انتظر يعني حتى ينتهي طبعا احنا شايفين هنا انه هو قال مثلا تعيش وقال لي ان الاجابة الصحيحة هي الاجابة الثانية وهكذا انا هعمل هاخد النص ده ممكن اخده كله او ممكن اخد بس من اول تعيش اللي هو السؤال بيجابته وبعد كده هعمل من على الكيبورد وهروع على موقع كهوت نركز شوية هاجه على كلمة موقع كهوت هسجل انا عندي اكاونت فيه والاكاونت المجانية فيه كان عندي الاكاونت بتاعي مدفوع هعمل create create كهوت وبعد كده هقول له create blank canvas هختار ده وهنا في هذا الجزء add question هبدأ اختار الامر ده وبعد كده هيجي هنا اتفتحة قائمة اخرى او يعني اشياء اخرى هنزل تحت خالص على كلمة import spreadsheet اضغط عليها هيديني هنا اا حاكتين يا اما انا ما عنديش لاني لازم احمل الملف كملف excel فعشان احمله هو بيقول لي خد التمبلت بتاعتي ديت وحط فيها المعلومات اللي انت عايزها وبعد كده ابقى upload it فانا هنزل الملف الاول اللي هو التمبلت دوت تمام وبعد كده احفظها وبعد كده هتفتح الملف هو ده كهوت تمبلت احط فيه النصوص طيب انا هنا لاحظ في شيء اللي هو بيقول لي ان الاسئلة من عند المربع او من عند العمود التقل من عند الصف التاني ده هبدأ احددها لغاية يعني عدد من لغاية 25 مش مش كده وانا كنت قبل كده واخد copy من انا كنت واخد copy من دي يعني كنت واخد منها copy هعيدها تاني copy للحاجات ديت بابدأ من اول كلمة لغاية اخر معلومة او اخر شيء في الجدول وبعد كده بروح على كهوت بعد ما اروحت الكهوت بحمل اللي هو التمبلت حملت التمبلت تمام التمام ابدأ من العمود التاني من الصف التاني الى مثلا 27 29 احنا بس عايزين عشرين بس اعمل له copy اقول له تمام هنا اتناسخ الملف اصبحت الكلمات موجودة وكل شيء موجود اعمل ايه دلوقتي اقول له save هروح جاي الملف هنا save as وخليه على مثلا على اي مكان الديسكتوب او اي مكان تتحبوه وهسميه مثلا اه ممكن نسميه باسم الدارس ممكن نسميه اي شيء انا نسميه بس كهوت one اي اسم دلوقتي وبعد كده اروح على الموقع اللي احنا كنا فيه بتاع كهوت بقول له select file ابدأ اروح للفايل اهو اللي هو كهوت one ده اعمل له كده وبعد نopen هيبدأ يتحمل يبدأ هنا اقول له upload حمله قال لي خلاص تمت تمام تمت العملية بنجاح اقول له add questions كده اصبحت البيوت وبعد كده houses الاسئلة موجودة انا عندي كم سؤال اتنين وعشرين سؤال طيب انا عندي عشرين سؤال بس لنا لنا جهزتهم او لان فيه في الاول خالص في سؤالين او في سؤال ارجع كده لاول سؤال ده مش عايزه اعمل علامة delete من هنا والسؤال اللي هو ده برضو مش عايزه لانه انا ما حططوش هيبدأ تبقى عندي عشرين سؤال اللي هما الاسئلة بتاعتنا ممكن ابص بصة خفيفة اتأكد ان كل اجابة بالاجابة صحيحة لو مش صحيحة ابدأ اعدل بس هو بيكون صحيح طيب خلاص احنا خلصنا كده اه بيبقى هنا فيه اختار اللي هو الثيمز بتاعتك لو انت عايز تختار الثيم معين او ان انا اقول له اه او اقول له خلاص انا متأكد save هيبدأ يقول له حط اسمه حط اسم الملف انا هسميك hot one زي ما احنا سمنا اه طبعا انت ممكن تسميه او انت ممكن تسميه الدرس الاول او الواحدة الاولى الدرس الاول وتدي عنوان اكثر تفصيل او تكتب كمان وبعد اقول له continue اصبح الملف جاهز لو جيت هنا انا عملت اهو ابدأ احطه على host live host live وبعد كده ابدأ اشاركه مع الاولاد طيب اه انا الكلمات او اللي انا حضرتها دي انا حضرتها كلمة بمعناها يعني ازاي اعمل عندي مجموعة من الكلمات او عندي نص ازاي استخرج الكلمات الهامة منه واعملها في صورة اه يعني لعبة او وان الكلمة تكون بالعربي والمعانيها باللغة الانجليزية ممكن اتحكم فيها ممكن اخلي الكلمة بالعربي وباقي الكلمات باللغة العربية بس ده طبعا عايز مستوى متقدم شوية انا كمان ممكن اعمل بدل ما اعملها كلمة بمعانيها ممكن اعمل اه يعني اسئلة على النص طيب نشوف الامر ده طالما بنتكلم على على الامر ده بيتم برضو بنفس القصة انا هروح هناك الامر اللي انا مجهزه وهاخد النص دلوقتي اللي هو البرامت التاني ده اسف هاخد البرامت التاني اللي هو عندي ده copy وهروح على كهوت او هروح على اسف على وهقول له واحد جديد هحط الامر بتاعنا البرامت بتاعنا هيبدأ انا هنا بقول له اعمل لي كرياتينج انجيجينج ريدينج كمبرهنشن اعمل لي يعني شيء انجيجي من الطلبة خاصة بالريدينج كمبرهنشن وبقول له ان انت تعتمد على بلوم تكسونمي واشياء كثيرة لما شارك معاك البرامت ده ممكن تتطلعوا تتطلعوا عليها وبعد كده بقول له انت فهمت انا قلت ايه اسألني او طلب مني ان انا حط النص طيب انا هنا كتبت هيبدأ في الاخر يقول لي طيب انسيرتور تكست انا فهمت انت قلت ايه هقول له بعد كده النص اللي عندي هو نفس النص اللي هو رزان بس احنا الاول كنا عملنا على الكلمات الان سنعمل على وانا قلت له اديني الاسئلة باجابتها باللغة العربية نشوف كده هيعمل ايه زي ما احنا شايفين بيبدأ السؤال باللغة العربية والاجابات باللغة الانجليزية وفي خلال يعني ثوان معدودات بالله ان الامر كله تم اه انسخ الجدول او بيانات الجدول وحطها في اه ملف الاكسل وبعد نروح على الكاهوت واقول له ابلوت فايل وينتهي الامر اه عندك طيب هو دلوقتي خلاص بيجهز العشرين سؤال طبعا ممكن اقول له يعني مثلا الجدول هنا ما فيش في حركات انا عايز الكلام يكون بالحركات الامر برضو اصبح بسيط يعني انا ممكن اقول له فاول اول ان ارابيك واذ تشكيل انا حتى كلمة فاولت يعني حط الحركات هو هيفهمني بس انا ساعد بديله يعني ايه اقول له لا ضعي الحركات يعني بال طيب هو هنا اه فاولت فاول اول بريفيوس تيبو بقول له انا اديه الامر الاول لما قلت له فاولت فهو اداني يعني اه كلام مش عايز انه مش فانا هقول له لا خلاص اعدل على وقوله فاولت عربي بس الكلام خاص هنشوف هيعمل ايه هيبدأ هو هيفهم انا كنت عايز ايه ويبدأ يزبط نفسه ويبدأ يكتب النص كما هو فا او اي منصة او اي بيئة معينة باستخدمها علشان اخرج منها بنتائج معينة هي تأتي افضل نتائج تأتي عن طريق التخاطب يعني انا في شيء مش عاجبني ابدأ اقول له لا اعدل عليه السؤال الثاني بثلا ممكن اقول له غير دي حط اشياء اخرى وهكذا طيب انا اه في شيء تاني لساعات لما بنيجي نحطها بل ان الاجابات كلها اتنين واحد 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 يعني وكأن الاجابات كلها انا عايز يعمل انا بديله في الامر اصلا قلت له يعني اختار الاجابات بطريقة عشوائية بس هو هنا الظاهر انه هو مفهمهاش وكويس انه عملها كده بحيس ان احنا نعرف نتعامل مع الامر ده ازاي اقول له اه هو طبعا لسا بيكتب اقول له randomize اه the correct answer number number او واشوف هيعمل ايه هو هنا بدل ما اعملها بطريق كلها واحد 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 لا انا اقول لا عايزها بطريقة عشوائية اه مش كل مرة تعمل لي هو واحد بس ينتهم الامر ده عشان نديله امر كمان هو هنا كان اخر السؤال اللي هو ما نوع الرحلة خلاص هو هنا وصل لغاية اخر السؤال طيب اخر السؤال هنا هقول له randomize يعني اعملها بطريقة عشوائية هيبدأ يكتب الاسئلة تانية ونشوف كده بدأ يعمل واحد تلاتة اتنين واحد فبدأ يعملها بطريقة اه فيها اختيار عشوائي للاجابات الصحيح بدل ما هي كلها واحد واحد طيب انا خلاص كده خلصت نبدأ نشوف ننسخ الجدول ده انسخ الجدول ده من اخر خانة او من اول خانة الاخر خانة انا بس اللي انا عايزه هو النص اللي هو داخل الجدول اللي هو النص ده طيب اجي بعد كده اعمل من على الكيبورد واروح على الملف نعمل واحد تاني جديد هو طبعا الملف هنا انا ممكن ابي اجي من هنا كده وغير وغير المعلومات دي اقول اتغيرت المعلومات واحفظه باسم جديد لان انا كده بس كنت بعدل على القديمة خلي مثلا كهوت اتنين ونشوف ايه اللي هيتام كهوت اتنين وبعد كده اروح على كهوت وقول اطلع هنا من كهوت وقول كهوت اللي هو يعني شيء من وبعد كده اقول وبعد كده اروح على وبعد كده اقول احنا عندنا الفايل اللي هو سميناه كهوت اتنين بعد كده احمله هيقول لي تمام تمام اقول ابلود تمت العملية بنجاح خلاص اجي على اول سؤال لان هو مكتوب اول سؤال ده باللغة يعني كان شيئا عنده باللغة الانجليزية امسحه وبعد كده اروع على السؤال التاني برضه امسحه وبعد كده اصبح الملف متواجد عندي يعني به كل المعلومات اقول له save ادي له اسم وطبعا الاسم بيكون افضل ان هو اكتب يكون فيه بقى معلومات يعني يعبر عن الجيم نفسها او الكهوت وانتهى الامر عند هذا الحد طبعا لما بنيجي هنا عند كهوت بيقول لي لو انا عايز اعدل باجي اعدل من هنا وبعدين ميزي الكهوت انا كمان ممكن اعمله assignment للطلبة اعمله sharing على google classroom وهكذا اتمنى ان يكون الشرح كانوافي وهذا يعني كل ما في الامر ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد يكون فيه يعني نجيب فيه عن اسئلتكم او استفساراتكم بخصوص دورة الذكاء الاصطناعي او ورش العمل شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته